البرلمان العراقي تحول من مؤسسة تشريعية إلى منبع للأزمات والصراعات انقسم نوابه إلى مؤيد ومعتصم بحسب توجهات الكتل فيه والأحزاب وتأجيل الجلسات بات أمرا معتادا والتصويت على الكابينة الوزارية أصبح أسيرا للتوافقات والاتفاقات جنود وقوات أمنية ومدرعات ودبابات وانتشار كثيف للجيش واللواء الرئاسي وآلاف المتظاهرين الذين أحاطوا بالمنطقة الخضراء الحصينة كل هذا في سبيل انعقاد جلسة للبرلمان العراقي الجلسة الشهيرة الثلاثاء الماضي انعقدت برغم ما رفقها من مخاض عسير وهو ما عد مكسبا لرئيسي الحكومة والبرلمان حيث السعادة الأخير شرعيته بدعم من نواب الصدر والكرد والعرب وجزء من التحالف الوطني بعد أن أخفقت كتلتاء المالك وعلاوي ومن تحالف معهما في تعطيل الجلسة برغم ما أحدثوه من العبث والضجيج الذي لم يثني الجبور عن ممارسة سلطته التي اغتصبت لأيام ليستدعي قوات الأمن داخل البرلمان وخارجه كانت الأزمة تواصل السقوط في متاهتها وسط أزمات تحيط بالمجتمع العراقي تكبر وتقتات على أوجاعه أزمة تلد أخرى بدأت بالخدمات والكهرباء وانتهت بالنازحين وداعش والبرلمان إن فض القوم على موعد آخر يبدو أن لهاث المغامرات ساقهم إليه ليستكملوا ولادة حكومة التكنقراط المزعومة فانعقدت الخميس الماضي بحضور 172 نائباً ومقاطعة نظرائهم من المعتصمين لكن رئيس الحكومة طلب ترحيل التصويت إلى الأسبوع المقبل ليرحل معها الشكوك والأقاويل حول توافقات واتفاقات خلف الكواليس المظاهرة كانت وستكون بانتظار مواعيد جلسات البرلمان وخيم المعتصمين في ساحة التحرير وحول أسوار الخضراء لن تتأثر بتأجيل التصويت ورفع الجلسات إلى مواعيد أخرى فهي باقية وتتوسع كلما كبرت الهوة بين الشعب والسياسيين وإن حاول الأمريكان عبر جوبايدن إحداث فرق في المعادلة السياسية وهو الذي عاد بعد خمسة أعوام غابها الرجل عن بغداد ليعقد اجتماعات مع العبادي والجبوري وليقول ما زلنا هنا أين تمضي حروب النواب ومن خلفهم الأحزاب والكتل بالعراق سؤال كبير ويحتاج إلى إجابة وتفسير واستقراء 13 عاما من جلد الذات والخراب والقتل والسرقة لم يكن كافيا لاستخلاص الدروس والعبر في بلد يعيش ساسته فوق غصون الزحفران ويقبع شعبه في الدرك الأسفل من المأساة كشف رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العجيلي عن مبالغ هائلة تقدر بألف مليار دولار دخلت العراق منذ عام 2003 ولم يستفد منها المواطن في أبسط الخدمات وأكد العجيلي على هامش مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للاقتصاد في أربيل وجود 6000 عقد وهمي في العراق بقيمة 227 مليار دولار مبينا أن ما ظهر من ملفات الفساد حتى الآن قليل كما ونوعا مقارنة بما تم إخفاؤه من جانبها ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية هي المؤسسات الأكثر فسادا في العراق يليها البرلمان فالقضاء فالمؤسسة العسكرية في غضون ذلك وسع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دائرة لقاءاته لتشمل مسؤولين في الحكومة العراقية ببغداد وحكومة إقليم كردستان في مسعن أمريكي لتجسير الهوة أو هوة الخلافات بين الفرقاء السياسيين حيث بحث بايدن مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومسؤولين أكاد مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وقال البيت الأبيض نازيرة بايدن التي تأتي في إطار دعم واشنطن لجهود الإصلاح في العراق والحرب ضد تنظيم داعش وتأتي الزيارة بعد منح وزارة الدفاع الأمريكية أربعمائة وخمسة عشر مليون دولار لقوات البيشمرقة دعما لها في الحرب ضد التنظيم شهدت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وميسان وذيقار والمثنى وكربل وبابل والديوانية تظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وجاءت مطالب المتظاهرين وهتفاتهم موحدة تنفيذا لتوصية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وركزت على المطالبة بإنهاء نهج المحاصصة الطائفية التي تتبعها الحكومة ورفض المتظاهرون التغييرات الوزرية الجزئية مطالبين بتغيير شامل لجميع الوزرات ومن بغداد ينضم إلينا الآن حمزة مصطفى المحلل السياسي نبدأ معك سيد مصطفى من المسجد الأخير وهو ما هدد به النواب المعتصمون بتجميد عضويتهم إلى أي مدى سيؤثر سلباً أم إيجاباً على مجمل التطورات السياسية في العراق نعم أهلاً وسهلاً بكم ومشاهدي قناة الفلوجة بالنسبة للنواب المعتصمين الحقيقة تضاربت الآراء فيما بينهم يبدو أنهم أيضاً مختلفون وليسوا من هم صحيح من كتل مختلفة ولكنهم علقاً مثل ما يعلنون أنهم تخلصوا من كتلهم وبالتالي هذه المحطة الأولى للتخلص من المحاصصة الطائفية والأرقية ولكن الآن نرى أن هناك تضارب في الأنباء البعض يقول أننا شكلنا كتلة اسمها الصلاح والتغيير والبعض الآخر يقول أننا سنشكل كتلة اسمها أو تعني بالنتيجة الثلث المعطل وآخرون يقولون أننا سنجمد عضويتنا الطرف الآخر شكل لجنة المتمثل بالشرعية شكل لجنة بالخميس الماضي من أجل التفاوض مع هؤلاء النواب المعتصمين ويبدو أن هذه اللجنة بدأت تعمل بهدف تفريق هؤلاء النواب المعتصمين بدليل الآن هذه التصريحات المتضاربة لهم وهذا يصب في مصلحة الطرف الآخر الذي لا يزال يعتقد أنه يتمسك بالشرعية فيما هم يرون أنهم أيضا يتمسكون بالشرعية ولكن التمرير الأخيرة للتشكيل الحكومية لخمسة وزراء أدت إلى أرباك وضعهم وبالتالي ما جعلهم الآن في وضع غير قادرين على أن يشكلوا وحدة موقف ووحدة هدف وبالتالي يمكن أن يبلوروا طروحات أكثر نضجا مما نسمعه الآن من خلالها نعم سيد حمزة فيما يتعلق بالإصلاحات حتى الآن التيار الصدري إلى أن مدى تعتقد بأنه فعلا اكتفى بهذه الإصلاحات حتى الآن التيار الصدري من الواضح أنه من خلال البيان الذي أصدره زعيمه مقتد الصدر الثلاثاء الماضي اعتبر ما حصله هو انتصار للشعب العراقي وهذه طبعا مفارقة بالمناسبة لأن ما حصل لا يعد في الحقيقة انتصار أولا الكابينة غير مكتملة خمسة وزراء من 22 وزير إذا رفعنا وزيري الدفاع والداخلين باعتبارهم غير مشمولين عندنا 20 وزير بالإضافة إلى ذلك أن الوزراء الذين تم تصويت عليهم بعض الوزراء الذين تم إقالتهم في الحقيقة لا يختلفون عنهم من حيث كونهم تكنقراط وعلى أقل هؤلاء جربوا خلال سنة ونصف بينما الذين تم ترشيحهم والتصويت عليهم لم يجربوا ولم يبقى أمامهم سواء سنة ونصف وبالتالي سوف لن يحصل شيء حتى الوزراء الآخرون الذين سيكون يوم غد السبت تصويت على وزراء آخرين وكذلك توجد مظاهرة للتيار الصدري يوم غد وهذا يعني أن التيار الصدري لا يزال يرى أنه هو المحرك لآلية التغيير بهذه الطريقة ولكن هذه الطريقة في التغيير في الحقيقة سوف لن تكون بالنتيجة تقدم خدمة حقيقية حتى لو افترضنا أن الوزراء الذين سيتم اختيارهم سيكونوا من التكنقراط باعتبار هناك أرث ثقيل من 13 سنة سيتحملونه بينما لا يستطيعون تحقيق شيء خلال السنة والنصف المتبقية نعم إذا انتقلنا إلى موضوع لا يبتعد كثيرا عن الفساد السياسي وهو الفساد المالي رئيس هيئة النزهة الأسبق رحيم العقالي يتحدث عن مبالغ هائلة تقدر بألف مليار دولار دخلت العراق منذ عام 2003 ولم يستفد منها العراق نتيجة السرقات والفساد كيف تنظر إلى هذا الأمر نعم هذا الذي كشفه القاضي رحيم العقالي الحقيقة ليس جديد سبق أن تحدث به أكثر من شخص منهم نابري وزراء السابق بها العرجة أيضا قال هناك تريليون دولار أكثر من ألف مليار دولار إذا فصلنا هذه المبالغ على عجالة 800 مليار دولار منها هي وردات النفط هذا أمر معروف لا يحتاج إلى أحد ينكره النفط من 2004 إلى 2014 وردات النفط دخلت إلى الخزينة العراقية 800 مليار دولار 200 مليار دولار الأخرى هي الأموال التي من دول مانحة ومن أمريكا ومن غيرها تشكل 200 مليار دولار إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية كلفة التشغيلية الأجور والرواتب هذا يعني أن هناك 500 مليار دولار من هذه ذهبت رواتب وأجور إلى الموظفين وإلى الأمور التشغيلية بقيت حوالي 500 مليار دولار أو حتى لو افترضنا أنها بقيت 300 مليار دولار وهو الرقم الذي كثيرا ما كان يتحدث عنه الدكتور أحمد تشلبي الله يرحمه أيضا هذه 300 مليار دولار لو صرفت على أمور تتعلق بالبناء والخدمات لكان العراق الآن في وضع آخر بينما باقي الحال يشير أنه لم يجري تطبيق تبليط شارع ولا بناء مستشفى ولا أي شيء تعلق بالبناء التحتية إذن هذه الأموال كلها ذهبت إلى السرقات وإلى جيوب الفاسدين وهل هذه الجرائم من صحة التعبير سيد حمزة بحق هذا الشعب تسقط بالتقادم أم ربما ستكون لك ألية لمحاسبة الفاسدين هذه أبدا لا يمكن أن تسقط بالتقادم بالعكس كلما مر الزمن الأمور تتضح أكثر ولكن السؤال هو من يحاسب الفاسدين الآن عندما يجري الحديث عن هذا الأمر الكل يتحدث كما لو كانوا هم أيضا غير مسؤولين مسؤولون كبار في الدولة يقولون نفس ما نقوله أنا وأنت وهذه هي المفارقة الآن كل هذا الحديث عن الإصلاحات لم نرى رأسا واحدا تم تقديمه إلى المحاكمة هناك عمليات يعني لدينا نحن ألف مليار دولار ذهبت هباء منثورة لو افترضنا 500 مليار 300 مليار دولار بينما يجري الآن مثلا الحديث عن استعادة يعني 50 مليون و100 مليون دولار كلها حتى الآن منذ سنتين العمل يجري لم نصل إلى مليار دولار من هذه 300 مليار أو 40 مليار دولار التي تم استعادتها سؤال أخي سيد خمزة مصطفى سؤال أخي فقط بسطاء يعني سرقات ربما وسيطة أو أخطاء بسيطة بينما كبار الفاسدين والفاشلين الذين نهبوا الأموال وعباعوا المدن وجعلوا داعش تتمدد إلى ثلث الأراضي العراقية لم يكن محاسبت أحد منهم بل لم يقل أحد منهم على عينك حاجب فضلا عن المحاسب أود أن أسألك إذا كنت تسمعوني هل تسمعوني؟ نعم الآن أسمعك نعم رئيس لجنة النزهة نيابية طلال الزوبعي طالب الوزراء الجدد بتقديم خطة عملهم لمكافحة الفساد خلال 2270 ساعة هل هذا الأمر ممكن بهذه العجالة أن يكون هناك خطة واضحة من أجل مكافحة الفساد استمر أكثر من ثلاثة عشر عاما؟ يعني أنا أعتقد مع احترامي للاستاذ طلال الزوبعي ليست الأمور بهذه الطريقة يعني هيئة لجنة النزهة لا تخاطب الوزراء بهذه الطريقة الوزراء يجب أن يكون هناك خطة لمدلس الوزراء المدلس الوزراء هو المعني برسم السياسة الاقتصادية والستراتيجية للبلد وبالتالي هذه الكطة يجب أن تعرض من خلال مدلس الوزراء ويعرضوها رئيس الوزراء إلى البرلمان وتتحول في البرلمان إلى اللجان المختصة ومنها لجنة النزهة أما أن نطلب وزراء بتقديم خطة خلال 72 ساعة فهذه مسألة غير منطقية يعني حتى الوزير ربما إذا استجاب لهذا الطلب سوف يتحدث بأرقام ويتحدث بطريقة إنشائية وهذا ليس هو المطلوب شكرا جزيلا لك من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى